بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم ما بعد أيها الأحبة هذه أيام لله ونحن خلق لله وما صُرِف الوقت في شيء أعظم من التعرُّف على الله وأعظم كلمةٍ عندنا معاشر المسلمين هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وكثيرٌ من المسلمين يحفظ هذه الكلمة ويُكرِّرها وقد يخفى عليه كثيرٌ من معانيها مما أنطوَت عليه مبانيها إن الإسلام كله والدين كله قائمٌ على هذه الكلمة هي كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها هي القول الثابت يُثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هي أيضًا القول الثقيل إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا هذه الكلمة أيها الأحبة في الله حتى نتذوق معناها نحتاج إلى وقفات وقد فكرت أن أجعل بقية رمضان حول كلمة التوحيد وما يتعلَّق بالله من أسماء وصفات وما يتعلَّق بالله سبحانه وتعالى أيضًا من علوم وعلم نحتاج إلى معرفته ومعرفته تُقرِّبنا من الله لن يكون بقية رمضان كله لكن سيكون بإذن الله دروس متتالية مهمة جدًا خصوصًا حول ما يخفى ليس كل ما هو معلوم سأحاول أن أُبَيِّن الأمور المهمة التي تخفى على كثيرٍ من الأمة فماذا نقول؟ من أين نبدأ؟ أقول هناك أربع قواعد أساسية في معرفة الله لا بد منها القاعدة الأولى في أُجوده القاعدة الثانية في ربوبيته القاعدة الثالثة في أُلوهيته القاعدة الرابعة في أسمائه وصفاته ولا بد لكل مسلم أن يعلم هذه الأمور فعندما يخاطبك رجل كافر يقول لك ما الدليل على أن الله موجود كيف ترد عليه؟ ترد عليه بالقرآن قال الله وإلهكم إله واحد هو لم يؤمن بوجود الله حتى تقول له قال الله لا بد أن ترد عليه بالعقل إذن ما الدليل العقلي؟ ما هي الأدلة التي تدل على أن الله موجود؟ هناك مجموعة أدلة أسوقها لكم سوقاً بسيطاً أبينها لكم حتى يتسلح بها كل مؤمن في وجه شبهات الشيطان في وجه وساوس الشيطان في وجه أهل الكفر والإلحاد حيث مكان أول دليل هو دليل ماذا؟ دليل العقل ذا العاقل يعلم أن الله موجود بعقله لو أُلِد مولود في خلاءٍ من الأرض لم يلتقي بأحد لعلم بفطرته التي فُطِر عليها أن الله واحدٌ لا شريك له ولذلك الله عز وجل يقول أدل عقلية لنا في القرآن لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتاً طيب أنطلق من نفسك لو كان لك قلبين اثنين هل يستطيع جسمك وحياتك تكون قائمة على قلبين اثنين قلبٌ يحب وقلبٌ يبغض قلبٌ يأمر وقلبٌ يكره ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه إذا كان أنت أيها الإنسان لا تصلح إلا بقلبٍ واحد فكيفَ للكون أن يصلُح بغير بأكثر من إله واحد أفرض أن لك قلبين نبدأ بك لك قلبان قلبٌ في يمين صدرك وقلبٌ في يسار صدرك كمان لك عينين عين في يمين رأسك وعين في شمال رأسك كمان لك أذنين أذن في يمين رأسك وأذن في شمال رأسك أفرض أن لك قلبين هل العينان تختلفان في الرؤية لا هل الأذنان تختلفان في السماع لا لكن القلوب تختلف في الحكم القلوب تختلف في الحكم لأن القلب ملك وهل يمكن أن يكون لدولة ملكين هل يمكن أن يكون لدولة رئيسين هل يمكن أن يكون لشركة مديرين في وقت واحد رئيس مجلس إدارة اثنين لا يمكن فابدأ بنفسك افرض أن قلبك هذا اليمين قال لك زوجتكم معيالك استمسك بها قلبك الثاني قال لك هذه المخلوق لا أحبها طلِّقها وهما قلباني تطيع من؟ إن طعت قلبك هذا عصيت قلبك هذا وقلبك هذا إذا كان له دور في جسدك يستطيع أن يقتلك إذن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك ما جعل لمرأة من قلبين في جوفها كذلك ما جعل لإنسان أكثر من لسان لماذا؟ لأن اللسان ترجمان عما في القلب ولو كان للقلب الواحد أكثر من ترجمان لاختلفت الترجمة فاختلف القرار لذلك لم يكن هناك إلا مترجم واحد عن قلب واحد حتى يبقى الإنسان صاحب إرادة يملكها بقلبه وصاحب قول فصل ينطق به بلسانه هذا أنت أيها الإنسان فكيف بالكون؟ إذن الكون ليس فيه إلا رب واحد ولا يستجيب الكون إلا لأمري خالق واحد هو الله جل جلاله أنا لو أمرت الشمس أو أنت أمرتها أو أمرت الأرض هل تطيعنا؟ لا لكن الله عز وجل إذا أمر يطاع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تجادل مع النمروذ النمروذ قال أنه رب وادعى الربوبية في العراق فجاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له يا نمروذ أنت تدعي أنك رب طيب هات الأدلة على أنك رب قال أنا أحي وأميت إبراهيم عليه الصلاة والسلام واش قال له؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب خل الحياة والموت لأن الحياة والموت دليل قاصر على الحاضرين ممكن أن مروذ يأتي بشخص فيقتله ويقول خلاص أمدته ثم يأتي بشبيه له ويطلع من الباب الثاني ويدخل هذا يقول هذا هو أحييته لعبة ممكن تجي وإن كان إبراهيم قد قال له ليش تجيب شخصين جيب شخص واحد قدامي أميته ثم ما أحيه لكن هذا لو حصل من يشهد عليه؟ إبراهيم والنمروذ الآية الكونية اللي يشهد العالم كل ما هي شمس قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر إذن أيها الأخ الكريم أول دليل على وجود الله سبحانه وتعالى تدبيره خلقه للكون أولاً وتدبيره لهذا الكون ثانياً فهو الخالق المدبر جل جلاله وأيضاً الأدلة العقلية على ذلك أنك لا يمكن أن تتصور أن يوجد بناء من غير من بناه هذا المسجد هل وجد صدفة؟ أو أن هناك خطة مهندس وضع الخطة وناس عمال حفروا في الأرض ثم رفعوا البناء ثم ناس صبغوا ثم ثم إلى آخره هل لو قلت لك ترى مسجد جامع بغلب فجأة كذا طلع من الأرض صدق؟ كذلك ما يمكن تصدق أن هذا الكون فجأة جاءت سبع سماوات طباقاً فجأة جاءت أرض فجأة نبت الشجر فجأة خلق الإنسان كما يقوله للطبيعة يقولون الطبيعة ولدت والطبيعة خلقت الطبيعة نفسها من خلقها؟ الله ولذلك حتى لا يتقول الطبيعة الله عز وجل يدبر هذا الكون ويقلب الزمان يتقلب حار برد برد حار ويتقلب المكان مرة تجد النبات مرة تجده أجدب ما في شيء ويتقلب الإنسان تجده طفلاً ثم تجده شاباً ثم بعد ذلك تلاقيه عجوز ثم يشك القبر مات فعل من هذا؟ فعل الله إذن الله عز وجل آياته المبثوثة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تجده الفطرة يش دليل الفطرة؟ أي مخلوق عندما تريد أن تعلم هل هذا المخلوق على فطرة سليمة والله لا؟ انظر إليه وقت الكرب وين يروح؟ مات والده مات ولده احترق بيته أقرب شيء روح له؟ يا رب حتى لو كان كافراً الله ضرب مثل بالسفينة لو سفينة في البحر وجاء الموج من كل مكان يدعون من؟ طل من يدعون إلا إياه حتى الكفار يا الله إذن الفطرة تدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله العقل يدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله الله يدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله الرسل أرسل يدعونك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله الدواب من حولك تدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله النبات يدعوك إلى أن تعلم أنه لا إله إلا الله الحياة كلها تدعوك لمعرفة لا إله إلا الله الموت يدعوك لمعرفة أنه لا إله إلا الله تبارك الذي بيده الملك الملك كله بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء فالموت خلقه والحياة خلقه وكل شيء تراه يدل على أنه لا إله إلا الله كل شيء تسمعه يدل على أنه لا إله إلا الله لذلك أيها الأخ الحبيب عندما تكلمنا على بداية الخلق قبل يومين تصل بأحد الإخوان فقال لي يا شيخ لأول مرة أسمع هذا الكلام وكنت نعسان وكنت تريد الخروج من المسجد فلما سمعت هذا الكلام صحصحت ووجدت أني أجد معلومات جديدة ازداد بها إيماني تلك الليلة ما شاء الله يعني كان إيمانه قويا لأنه سمع بداية الخلق فكيف لو تسمع من صفات الخالق جل جلاله لذلك أيها الأحبة لا علم أعظم من العلم بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أنا سأختصر لكم الموضوع في كلمات القاعدة الأولى الإيجاد وقد علمنا أدلة أن الله عز وجل هو الموجد لكل موجود إذن يجب أن يكون موجوداً لأنه لا يمكن أن يوجد وجود والموجد للوجود غير موجود لا يمكن أن يوجد وجود وموجد هذا الوجود غير موجود يعني هذا البناء بناء فلان إذن فلان لابد أن يكون موجود لأن كيف يوجد الموجود إذا كان الواجد غيره موجود إذن يجب وجود الله سبحانه وتعالى فالله موجود يبقى السؤال الثاني ما دام الله عز وجل موجود وقد اتفقنا على أنه موجود فأين هو هذا السؤال ممكن يطرح أين الله العاقل إذا نظر إلى الجهات كلها أي جهة ناسب الله خلينا نطرحها ببساطة هل يناسب أن يكون الله تحتك يكون هو الخالق وتكون فوق لا تعالى الله هل يناسب يكون جنبك مساوي لك لا تعالى الله إذن المناسب يكون فوقك نعم المناسب يكون أعلى سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الله الذين آمنوا منكم تعرج الملائكة والروح إليه كل هذه الآيات والأدلة تدل على علوه جل جلاله إذن سبح اسم ربك الأعلى ولذلك فرعون المجرم الكافر قال أنا ربكم إيش ولماذا قال الأعلى لأنه يقتضي من مقتضيات الإيمان أن يكون الرب هو الأعلى فادع العلو لنفسه ولذلك كان جزاؤه الغرق في البحر فالغرق في البحر يناقض العلو أغرق انزلتها فمن الأعلى الله سبح اسم ربك الأعلى طيب عندما تعتقد أن الله هو الأعلى إذن جميع خلقه تحته جميع خلق الله تحت الله وهو القاهر فوق عباده فجميع عباده تحته إذن بطلت عقيدة الحلول والاتحاد عقيدة الحلاج ومن معه أن الله يحل في مخلوق وهي عقيدة النصارى في عيسى بن مريم قالوا عيسى هو ابن الله وحل فيه من الله كذب وزور لأن عيسى كان معكم مساوي لكم كان يمشي على الأرض كان يأكلان الطعام هو وأمه كيف برب يأكل الطعام كيف برب يمشي مع الناس على الأرض ليس عيسى بإله وليس برب بل هو عبد الله ورسوله وكلمته وقاه إلى مريم وروح منه إذن الله يجب أن يكون هو الأعلى وعلوه سبحانه وتعالى علو يليق بجلاله ولذلك إذا أردت أن تعلم حقيقة العلو بالفطرة انظر إلى وقت الكرب الداعي وين يتوجه عندما تكون لك حاجة في الله وين تنظر تنظر تحت والفوق قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام واحد يسألني يقول لي يا أخي الكعبة بيت الله ولا لا قلت له نعم قال لي إذن الله موجود في الكعبة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الكعبة بيت الله مثل الناقة ناقة الله مثل محمد رسول الله وعبد الله مثل الأرض أرض الله واسعة فما نسب إلى الله نسبة تشريف لكن الله بذاته تعالى علوا كبيرا أن تحوي الكعبة ويحوي مكان أو زمان تعالى الله علوا كبيرا طيب إذن الله جل وعلا عال عن خلقه طيب هذا العلو تدخل فيه مجموعة عقايت وسنأذكرها بإذن الله في الحديث عن صفات الله نرجع الآن إلى الأوجود عرفنا بالفطرة أنه موجود وعرفنا بالعقل أنه موجود وعرفنا بالدليل الشرعي أنه موجود طيب ننتقل للنقطة الثانية من نقاط العقيدة وهي نقطة الربوبي توحيد الربوبي هذا التوحيد يقوم على أركان أربعة إذا عرفنا الأركان الأربعة وحدنا الله بتوحيد الربوبية ما هي أركان توحيد الربوبية الأربعة الركن الأول الخلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني الله خالق كل شيء هل من خالق غير الله يرزقكم الركن الثاني الملك فالله خلق وملك لا يخلق لغيره بل يخلق بإرادته جل وعلا ومشيئته فعال لما يريد الركن الثالث التدبير تدبير الخلق والملك لا يدبر أمرهم إلا الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض والتدبير ينقسم إلى أقسام هناك تدبير عام للكون كله وهناك تدبير خاص لكل جزء من الكون فللسماء أمرها وللأرض أمرها وللإنسان أمره وللحيوان أمره وللملائك أمرها وللجن أمرها وللطير أمرها وللحتان أمرها وقد دبر الله أمر الخلائق كلهم أجمعون فعندما يأخذ بصر مخلوق من مخلوقاته يعطيه بدلاً عنه يعطيه السمع يأخذ السمع يعطيه زيادة في البصر يأخذ منه شيء يعوضه بشيء آخر هذا من التدبير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه والتدبير خلق الله له ملائكة وهم المدبرات لأمره فالمدبرات أمرها فدبر أمر العقول بإنزال الوحي دبر عبر الأبدان بتيسير الأرزاق دبر أمر الحياة بما خلق من مكان وزمان يحوي الحياة كلها ودبر أمر الدور التي يمر عليها المخلوقات الدار الأولى بطون الأمهات الدار الثاني الدنيا الدار الثالث البرزق بين الدنيا والآخرة الدار الرابعة الآخرة التي يجتمع فيها الأولون والآخرون الدار الخامس الجنة والنار تدبير القاعدة كم؟ الرابعة من قواعد الربوبية العلم فكل خلق بعلم وكل ملك بعلم وكل تدبير بعلم وكل شيء بعلم فقد وسع علمه كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا علمه سبحانه وتعالى إذن هو العليم الخبير حفظنا القواعد الأربعة خالقٌ مدبرٌ مالكٌ عليم هذه قواعد توحيد الربوبية ننطلق بعدها للقاعدة الثالثة من قواعد التوحيد العام وهي توحيد ماذا؟ الألوهي ويسمى هذا التوحيد توحيد العبودية يُطلق عليه الألوهية بالنسبة لله ويُطلق عليه العبودية بالنسبة للعبد وهو التوحيد المشترك بين الله وبين عبده التوحيد الأول توحيد الربوبية هذا كله خاصٌ بالله بأفعال الله ليس فيه للمخلوق دخل توحد الله بأفعال الله فالخلق من فعله والتدبير من فعله سبحانه وتعالى والملك له والعلم منه إذن هذا كله خاص بالله أما الثاني وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبودية فهو توحيد الله بأفعال عباده ويقوم هذا التوحيد أيضاً على كم؟ يقوم هذا التوحيد على أربعة أربعة أركاء ما هي أولاً توحيد الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة التي عُقدت عليها القلوب واحد ثانياً توحيد الله بأعمال القلوب وأعمال القلوب تختلف عن العقيدة الخوف والرجاء والحب والتوبة هذه أعمال القلوب ثالثاً توحيد الله بأقوال اللسان رابعاً توحيد الله بأفعال البدن وخامساً توحيد الله في المال لكن يدخل في أفعال البدن كم صاروا؟ خمسة إذا شئت خمسة توحيد الله بماذا؟ بعقيدة القلب في الله توحيد الله بأعمال القلب وأقواله توحيد الله بأقوال اللسان توحيد الله بأفعال البدن توحيد الله بالفعل في المال الملك تدخل فيه الزكاة ويدخل فيه الصدقات إلى غير ذلك هذه خمسة هذه الخمسة يقوم عليها توحيد الألوهية لكن هذه الخمسة لا يمكن توجد حتى توجد هذه الأربعة هي توحيد الربوبية فمن لم يوحد توحيد الربوبية لا يمكن أن يوحد توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية مفتاح توحيد الألوهية لذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا من ربكم اعبدوا توحيد العبودية وربكم مفتاح توحيد العبودية توحيد الربوبية ربكم وما الدليل على أنه ربنا الذي خلقكم توحيد الخلق والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فتأتي هناك أيضا في هذه الآية قواعد ثلاثة أو أربعة قواعد متممة لقواعد توحيد الربوبية والألوهية معا وهي قاعدة الإيجاد وقاعدة الإيجاد وقاعدة الإعداد وقاعدة الإمداد وقاعدة الإسعاد أربع قواعد احفظوها مشتركة بين الربوبية والألوهية قاعدة الإيجاد واحد ما هي أن الله أوجد كل شيء هذا خلق الله قاعدة الإعداد أن الله قبل أن يجد أعد فأعد لك المكان وهو الأرض والزمان الليل والنهار والطعام والشراب أعد لك المكان هذا إعداد وأعد لك الزمان الذي تعيش فيه ثم قاعدة الإمداد أمدك بما تحتاجه من هواء من نور من ماء من طعام من غير ذلك يمدكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويش؟ هذه الإمداد ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قاعدة الإيجاد قاعدة الإعداد قاعدة الإمداد هذه القواعد الثلاث من عقلها وعلمها أعطاه الله القاعدة الرابعة وهي قاعدة الإسعاد فيكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة إذن حفظنا هذه التوحيد الألوهي قائم على كم؟ خمسة أولا العقيدة في القلب ثانيا أعمال القلب ثالثا أعمال اللسان رابعا أعمال البدن خامسا العمل في المال هذه أركان توحيد الألوهية ننتقل إلى القاعدة الرابعة صح ولا لا؟ من القواعد العامة في التوحيد أولا الإيجاد ثانيا الربوبية ثالثا الألوهية القاعدة الرابعة الأسماء والصفات كيف تكون عقيدتنا في أسماء الله وصفاته؟ أسماء الله تقوم على قواعد أيضا أربعة القاعدة الأولى أن أسماء الله لا حد لها ولا حصر لا حد لها ولا حصر لا تقول لي تسعة وتسعين اسم لا الله أسماء لا تعد ولا تحصى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم منه ولك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك وعلمته وحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ما يعرف إلا هو هذا أولا ثانيا في أسماء الله سبحانه وتعالى أن تعلم أن جميع أسماء الله حسنا وحسنا منتهى الجمال منتهى الحسن لم يقل حسنة في فرق بين أسماء حسنة وأسماء حسنة ما الفرق بين الحسنة والحسنة حسنة صيغة مبالغة يعني أحسن اسم موجود هو الذي تسمى الله بأحسن الأسماء ما تسمى الله عز وجل بها ومعنى هذه القاعدة أنه مهما جئ بأهل اللغة لن يستطيعوا أن يكتشفوا اسما أحسن من الأسماء التي سمى الله بها نفسه هذه القاعدة الثانية في الأسماء أنها كل حسنة القاعدة الثالثة أن أسماء الله كلها مجتملة على صفاته كل اسم مجتمل على صفات لله كل اسم من أسماء الله مجتمل على صفات لله إذن أسماءه تحوي بعض صفاته وليست كل صفاته لأن هناك صفات ليس لله أسماء منها لكن كل اسم لله تشتق له منه صفات هذه قاعدة كم؟ الثالثة القاعدة الرابعة في أسماء الله عز وجل أنها كلها ترجع إلى أمرين اثنين أمر جلالٍ وأمر جمال فأسماء الجلال كلها ترجع للفظ الجلال الله وأسماء الجمال كلها ترجع للفظ الرحمن وهما إسميه الجامعين لجميع أسمائه ولذلك قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيًا ما تدعو فله الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى ترجع لهذين الإسمين فمن أسماء الجلال الله الجبار المنتقم القهار الملك ومن أسماء الجمال الرحمن الرحيم الكريم المنان ذا الفضل والإحسان إلى غير ذلك فهذه أسماء جلالٍ وهذه أسماء جمالٍ وبالجمع بين أسماء الجلال والجمال يتمحَّض الكمال فكماله بالجمع بين أسماء الجلال والجمال فمن عبد الله بأسماء الجلال فقط دون أسماء الجمال فقد ماذا عبد الله بماذا عبد الله بالخوف فقط ومن عبد الله بأسماء الجمال دون الجلال فقد عبد الله بالرجاء فقط ومن عبد الله بهما فقد عبد الله بالحب أولا والخوف ثانيا والرجاء ثالثا وهذا منهج الأنبياء قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين فهمنا هذه وقال عن الأنبياء يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا عابدين إذن هذه كم صارت؟ أربعة متعلقة بأسماء الله ننتقل للإيمان بصفات الله وقواعده أولاً القاعدة الأولى أنه لا يوجد أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله هذه قاعدة لا يوجد أعلم بالله من الله ولا يوجد أعلم بالله بعد الله من رسول الله إيش ينطبق على هذه القاعدة؟ من هذه القاعدة نعلم أنه لا يمكن أن يصف الله أحد إلا الله ولا يصف الله أحد بعد الله إلا رسول الله لو جاء زيد أو عباد من الناس يتكلم في الله نقول له قل هاتوا برهانكم فإن قال قال الله قلنا سمعنا وأطعنا إن قال قال رسول الله قلنا سمعنا وأطعنا إن قال قال زيد أو عباد قلنا لا لا نقبل في صفات الله إلا ما ورد في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يوجد أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية أن نعلم أن كل صفة وصف الله جل وعلا بها نفسه أنها صفة حقيقية وأنها مجتملة على الكمال القاعدة الثالثة نقسم فيها صفات الله إلى خمسة أقسم نقسم صفات الله إلى كم قسم؟ خمسة أولا صفات تعلم بالعقل نعلمها نحن بعقولنا هذه الصفات التي تعلم بالعقل لا خلاف فيها ومنها أولا الحياة لو كان ميتا لما عُبده فالحياة معلومة بالعقل ومنها العلم والإرادة والسمع والبطر وغير ذلك هذه الصفات عقلية تدرك بالعقل إذ لو كان أصم كيف تدعوه؟ إذ لو كان أعمى كيف يبصرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون أصم ولا أعمى وهذا يعرف العقل جميعاً هذه الصفات تدرك بماذا؟ بالعقل أثنين صفات لله سبحانه وتعالى تدرك بالنقل تأخذ من القرآن والسنة طبعاً هذه الصفات التي تأخذ بالنقل هي درجة ثانية لأن الكافر لا يعرف نقل يبدأ بالعقل فقلوا هذه الصفات خذها بالعقل ثم إذا دخل للقرآن وآمن يأخذ الصفات من القرآن والصفات التي وردت بالنقل تنقسم إلى أقسام أولاً صفات ذاتية متعلقة بذات الله وصفات معنوية سمعية وصفات ذعلية وصفات تركية منفية كم وهده؟ صفات مثبتة وصفات منفية صفات فعلية وصفات ذاتية نبدأها بالذاتية الذاتية تنقسم إلى قسمين صفات متعلقة بذاته جل جلاله ذبتت في القرآن والسنة نُذبِتها كما أذبتها الله وأذبتها رسول الله من غير التدخل في تكييفها كيف؟ كيف مجهول من غير تشبيه ولا تحريف أعطيك مثال قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال تعالى وآية لهم أنَّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فانظر يد يداه أيدينا ما هي العقيدة؟ هل لله يد واحدة؟ أو يدين؟ أو أيدي؟ فنقول اليد تُطلق ويراد بها اليد والتثنيَّ يداه لا تُنافي مبدأ اليد لأن صاحب اليدين له يد هذا يد فلان وهو عنده يدين قولوا بل يداه مبسوطتان أذبتت الآية يدين لله لكن قوله تعالى وآية لهم أنَّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا جاءنا الجمع فنقول أقلُّ الجمع اذنين فكانت أيدينا الجمع المراد به التعظيم إنا نحن نزلنا الذكر وهو الله وحده فنحن جمعٌ ولكنه جمع تعظيم أيدينا جمعٌ لكنه جمع تعظيم فبقيَّ أنَّا قلَّ الجمع اذنين وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ اقتتلا والله اقتتلوا اقتتلوا لماذا اقتتلوهم طائفتان؟ قالوا لأنَّا قلَّ الجمع اذنين فعلى ذلك يكون تكون العقيدة أن لله يدان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين في الحديث إذن وقال الله بل يداه مبسوطتان فنُذبِتُ ما أذبَتَه الله من اليدين وما أذبَتَه الله لنفسه من الوجه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وجوهٌ يومين ناظرة إلى ربها ناظرة وكذلك ما أذبَتَه الله لنفسه من العين ولتُصنع على عيني وقد تعالى تجري بأعيننا إلى غير ذلك وكذلك الساق يوم يُكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود هذه صفاتٌ متعلقة بذات الله نؤمن بها على مراد الله من غير تشبيه ما نقول يد مثل مخلوق كلا من غير تحريف نحرف من غير تبديل نُبدِّي الله نقول آمنا به كلٌ من عند ربنا هذا كلام ربنا والله أعلم بمراده من كتابه والله أعلم بمراده فلا نقول من تلقى ينفسنا في ربنا ما لا علم لنا به وإنما نؤمن على قدر ما جاءنا من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا المطلُّب منا وهذا مراد الله عز وجل عرفتم فلذلك لا نزيد ولا ننقص أثنين صفاتٌ ذاتيةٌ متعدية هذه ذاتية لازمة هناك ذاتيةٌ متعدية ما هي الذاتية المتعدية الذاتية المتعدية مثال الرحمة صفة ذاتية لله لكنها أيضاً متعدية لخلق الله الخلق الله يخلُق والخلق صفة فعلية وليك أصفات أفعاله متعدية ويدخل في اللازم أفعاله اللازمة أفعاله اللازمة ذكر لنا في القرآن منها المجي وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا والإتيان والنزول هذه صفاتٌ ذاتيةٌ صفاتٌ فعلية لله سبحانه وتعالى نُذبِتها على مراد الله سبحانه وتعالى إذن ما يتعلق بصفات الله أيضاً الفعلية صفات الله الفعلية تدور على إيش؟ بين أمرين اذنين لا تخرج عنهما جميع أفعال الله كلها لا تخرج عن أمرين اذنين ما هما؟ العدل والفضل فلا يفعل الله فعلاً إلا وهو ما بين عدلٍ محط أو فضلٍ محط أو عدل وفضل في نفس الوقت عدلٌ وفضلٌ وعدل وفضل ولذلك انقسم الناس بناءً على هذا إلى ثلاثة تقسام من يعاملهم الله بعدله أهل الظلم الذين ظلموا أنفسهم أهل النار هؤلاء يعاملون بعدل الله من يعاملهم الله بفضله السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم من يعاملهم الله بعدله وفضله أهل الاقتصاد المقتصدون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يغفر قد يحاسب لكن لا يظلم والفضل له بإذن الله حتى يدخل الجنة يقول نفس الناس والله لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمة من قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون وقد عبر الله بالرحمة هنا مكان العدل لأنه بعدله أيضاً يرحم فالله يرحم بفضله ويرحم بعدله ورحمته وسعت كل شيء كذلك من صفاته المتعدّية الرحمة فالرحمة تطلق على السحاب يرسل الرياح بُشرًا بين يدي رحمته والسحاب مخلوق وتطلق الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق لكن أصل الرحمة من الله صفة من صفات الله ليست بمخلوق الرحمن الرحيم كل صفة لله سبحانه وتعالى نؤمن بها وهي صفة حقيقية من صفات الله الفعلية أنه يضحك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يضحك ربنا الله يضحك والله لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن الله ليضحك لعبده إذا تعار من الليل فقام يصلي وضحك الله يؤول بمعنى رحمته عند من أوله ويؤمن به على ظاهره فالله عز وجل يضحك والكيف مجهول لكن الضحك دائما يكون معه الرحمة فلا يضحك لأحد ليعذبه لكن يضحك ليرحم جل جلاله قال هذا العراب والله لن نعجز الخير من رب يضحك يعني مادم يضحك سنجد الخير كذلك يغضب من صفاته الغضب غضب الله عليهم ولعنهم واليهود غضب الله عليهم وهم المغضب عليهم وكذلك صفات كثيرة نذكرها بإذن الله تعالى في تفاصيل الأيام القادمة وقد انتهى الوقت